وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حرب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 527 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 276 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 25 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة بالإضافة إلى ضبط أكثر من 237 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيدة من السعر الرسمي للأرز الأبيض وتم ضبط أيضا أكثر من 13 طن في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية فضلا عن ضبط 722 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 201 من قضايا خبز ناقص الوزن بالإضافة إلى 141 قضية خبز غير مطابق للمواصفات يأتي ذلك فيما تم ضبط ستة قضايا في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف وذلك بمضبوطات بلغت أكثر من 35 طن ترجمة نانسي قنقر